مرحباً يا رفاق أنا أدعى أروى في الثالثة عشر من عمري أعيش مع والدي وكانت حياتي جيدة حتى حدث ما لم أكن أتوقع هل أنتم مستعدون لمعرفة ما حدث؟ إذن هيا بنا بدأت قصتي بأحد الأيام حين استيقظت بمنتصف الليل كنت أريد شرب الماء خرجت من غرفتي وأثناء ما كنت متجهة إلى المطبخ مررت من أمام غرفة والدي فسمعت أمي تقول بغضب لم أعد أستطيع التحمل بعد الآن ومنذ هذه اللحظة انتهى كل شيء بيننا أريد الطلاق هذا ليس حلاً فكري في أروى ابنتنا لتوي قد تذكرت ابنتك ولما لم تفكر بها أنت قبل أن تقوم بفعل شيء كهذا؟ أعتذر ولكن قومي بالتفكير في ذلك الأمر مجدداً لن أفكر لأنني لا يمكنني العيش مع شخص خائن أريد الطلاق لن أترجع عن هذا القرار مهما حدث شهقت بفزع ونظروا إلي هل هذا صحيح يا أبي ما قالته أمي؟ نظر لي بتوتر ولم يتحدث هيا بنا يا أروى أخذتني أمي إلى غرفتي وأنا مستمرة في البكاء لا تبكي يا عزيزتي وكيف لا أبكي لقد دمر كل شيء؟ لا تفكري في الأمر وهيا أخلدي لنومي الآن أومأت لها وبالفعل خلطت للنوم استيقظت في اليوم التالي وخرجت من غرفتي فلم أجد سوى أمي في المطبخ صباح الخير يا أمي صباح الخير يا ابنتي هيا لتتناولي الإفطار أين أبي؟ فأنا لا أراه بالمنزل لقد انتقل والدك من المنزل إلى أين؟ لا أعلم ولا أهتم لأنه لم يعد زوجي بعد الآن تجمعت الدموع في عيناي فقلت لها ما الذي حدث لكل هذا يا أمي؟ كما سميت ليلة أمس أرجوك يكفي حديثا في هذا الأمر أنا معك الآن وكذلك والدك سيكون معك كل ما في الأمر أننا لم نعد نقيم معا وهذا قد يحدث لأي أحد اتفقنا؟ أو مأت لها بحزن؟ والآن هيا لتتناولي الإفطار حسنا يا أمي وبالفعل تناولنا الإفطار في صمت وبعدما انتهيت ذهبت إلى غرفتي وأنا أفكر في أبي وإلى أين ذهب قررت أن أتصل به وحين أجاب قلت له أين أنت يا أبي ولماذا ذهبت؟ لقد انتقلت إلى منزل آخر سأقيم به فلم يعد لي مكان في هذا المنزل ولكن يا أبي عزيزتي لقد انتهى كل شيء أتمنى أن تستطيع التأقلم على هذا يمكنك أن تأتي لتقيمي معي في العطلة حسنا يا أبي وإن أردت أي شيء أخبريني حسنا بالتأكيد ودعت أبي وأغلقت الهاتف ومنذ ذلك اليوم وتغيرت حياتي كثيرا كنت أقيم مع أمي في منزلنا معظم الوقت وأذهب إلى المنزل الذي يعيش فيه أبي في العطلة وبأحد الأيام حين كنت في منزل أبي لقضاء العطلة وكان أبي في الخارج بعدها بساعتين وجدت أبي يدخل للمنزل ولكن كان معه سيدة تبدو أصغر من أبي بكثير أروى هذه مريم زوجتي مريم هذه ابنتي الوحيدة ماذا كيف هذا كما أنك تبدين صغيرة أجل فأنا لدي عشرون عاما ولكن لا يهم ذلك لقد كان أباك زميلا في العمل وقد أحببته وهو أيضا وها قد تزوجنا تقصدين أنك دمرت حياتنا أنا لم أدمر حياة أحد والدك هو من أرد الزواج مني هل يس كذلك يا عزيزي هيك في حديثا ما رأيكم أن أتناول الغداء لن أتناول شيئا سأعود للمنزل تعالي معي أمسك يدي وذهبنا لإحدى الغرف وقال لماذا تريدين الرحيل عطلتك لم تنتهي بعد جعلت مريم تأتي لتتعرف عليها لا أريد ذلك يا أبي فأنا لا أرى سوى أنها قامت بتدمير عائلتي سأذهب الآن أنهيت حديثي وخرجت من المنزل عائدة لمنزلنا وحين وصلت قالت أمي بتعجب أروى هل أنت بخير؟ ألم تخبريني أنك ستقضين العطل مع والدك؟ أجل ولكني غيرت رأيي لماذا؟ هل حدث شيء؟ شعرت بالتردد ولكن قررت أن أخبرها أجل فقد أحضر أبي زوجته الثانية لأتعرف عليها فغضبت وأخبرته أنني سأعود للمنزل لقد توقعت هذا ولكن لا يهم أتمنى له حياة سعيدة كان يجب عليك البقاء معه لم أحتمل رؤية أبي مع زوجة غيرك يا أمي حسناً يكفي حديثاً في هذا الأمر وهي أبدلي ملابسك ريسة ما أعد لك الغداء حسناً ذهبت إلى غرفتي وبدلت ملابسي وأنا أفكر فيما حدث كيف استطاع أبي تركنا والزواج منها هكذا بمنتهى البساطة؟ حقاً كم أكره هذه السيدة بشدة لأنها السبب في تدمير حياتنا مرت الأيام ولم أكن أحب الذهاب إلى منزل أبي في العطلة بسبب زوجته وبيوم قالت لي أمي أروى هذا الخطأ يجب عليك الذهاب لرؤية والدك لا أريد ذلك فأنا لا أحب رؤية زوجته لقد اتخذ أباك قرارة يجب علينا احترام ذلك القرار لم أتحدث وظلت أمي تحاول إقناعي على الذهاب حتى وفقت وبالفعل ذهبت إلى هناك وحين وصلت عنقني أبي بشدة وقال لقد اشتقت إليك كثيراً يا ابنتي وأنا أيضاً يا أبي أعتذر على عدم مجيئي لا بأس هل أنت بخير؟ أجل بخير وماذا عنك؟ بخير أيضاً ثم خرجت مريم من الغرفة وقالت مرحباً بك يا أروى سعيدة برؤيتك أخبرني أباك بجميع الطعام الذي تفضلينه وقد قمت بأعداده لك حسناً شكراً لك أجل هيا لنتناول الغداء معاً حسناً هيا وأثناء ما كنا ذاهبين لطاولة الطعام لاحظت أن بطن مريم منتفخة قليلة ولكني تجاهلت هذا وبدأنا نتناول الطعام مرت الأيام وكنت أذهب لزيارة أبي في عطلة كل أسبوع كما كنت ألاحظ أن مريم بطنها تستمر في النمو رغم فضولي لمعرفة ما يحدث ولكني استمريت في تجاهل هذا وبيوم حين كنت جالس في غرفتي بمنزل أبي طرق باب الغرفة ودخل أبي ومريم هاروى كيف حالك يا ابنتي؟ بخير يا أبي وماذا عنك؟ بخير في الحقيقة أتيت أنا ومريم لنخبرك بشيء سيسعدك كثيراً ما هو يا أبي؟ مريم حامل ماذا؟ حامل؟ أجل سيكون لديك أخ صغير أجل كما أني متأكد أنك سعد بهذا أليس كذلك يا عزيزتي؟ ابتسمت بتوتر وقلت أجل مبارك لكما عانقني أبي وخرج هو ومريم من الغرفة بدأت أبكي لم أتوقع قط أن يكون لدي أخ من زوجة أبي في اليوم التالي عدت إلى منزلي وحين أخبرت أمي بما حدث نظرت لي بحزن وقالت جيد مبارك لهم سأذهب لأستريح قليلاً أنهت حديثها وذهبت إلى غرفتها وبأحد الأيام حين كنت جالسة أنا وأمي نشاهد التلفاز رن هاتف أمي فأجابت قائلة مرحباً سنأتي الآن إلى لقاء ماذا هناك يا أمي؟ إنه أباكي يخبرني بأن مريم قد وضعت وهي في المستشفى الآن هيا بنا لنذهب إليها ستذهبين معي أجل ذهبت أمي إلى غرفتها لتبدل ملابسها وشعرت بالغرابة أنها ستأتي معي لرؤية ابن زوجها السابق بدلت ملابسي وذهبنا أنا وأمي للمشفى وحين وصلنا لهناك تفاجأت أن مريم عابسة ولا تريد حمل ابنها مبارك لكما شكراً لك كثيراً على مجيئك ذهبت ناحية الطفل وقلت يا إلهي إنه رائع للغاية سعيد أنك سعيدة بتواجد أخيك يا أروى ابتسمت له وظللنا جالسين لبعض الوقت ثم غادرنا أنا وأمي للمنزل وبعد مروري ساعتين رن هاتف أمي وكان أبي مجدداً أجابت أمي وسرعان ما قامت بوضع الهاتف على مكبر الصوت لقد هربت مريم ولا أعلم إلى أين ذهبت كيف هذا يا أبي؟ لقد ذهبت لأدفع نقوداً للمشفى وحين عدت إلى الغرفة لم أجدها بحثت عنها ولكن لم أجد لها أي أثار وحين سألت الممرضة أخبرتني بأنها رأتها تخرج من المشفى وحين اتصلت بها أخبرتني أنها لن تستطيع التحمل لذلك قررت الرحيل والآن لا أعلم أين هي فأعطت إلى المنزل ولكني بمفردي مع طفل عمره يوم واحد ولا أعلم ماذا أفعل حسناً سأعود الاتصال بك بعد قليل أغلقت أمي الهاتف وقالت لي أروى أباك لن يتمكن من رعاية ابنه بمفرده يجب عليك مساعدته بالتأكيد لا يا أمي لن أفعل شيئاً إنه أخيك يجب عليك لأتنى أباه ولكن يا أمي لا يوجد لكن هيا سوصلكي لهناك الآن لم تترك لي أمي مجالاً للاعتراض وبالفعل ركبنا السيارة وقادت أمي لمنزل أبي ولكني كنت شاردة طوال الطريق أفكر في كيف لفتاة مثلي في الثالثة عشر من عمرها أن تجبر على الاعتناء بطفل عمره يوم واحد فقط أمي أرجوك لا أريد كيف أفعل ذلك أرجوك فكري في الأمر استمعي لي جيداً على رغم من طلقنا أنا وولدك إلا أنني ما زلت أهتم به وهو حقاً يحتاج إلى المساعدة كما أنني لن أستطيع أن أفعل ذلك لأنه ليس ابني ولكن بنفس الوقت أنت من يمكنك مساعدته فهو أبيك وهذا أخيك أرجوك افعلي هذا من أجلي حسناً يا أمي ولكن إلى متى سأفعل هذا ليس كثيراً فقط بضعة أشهر حتى يتعلم والدك كيفية الاعتناء به ولكن هذا كثيراً للغاية يا أمي لا تقلقي سيمر الوقت سريعاً سأتابع معك وأخبرك بما يجب عليك فعله حسناً يا أمي شكراً لك يا عزيزتي حين وصلنا إلى المنزل طرقت باب المنزل ففتح لي أبي كان يبدو عليه الحزن الشديد لا تقلق يا أبي ستندم على فعلتها هذا كما أني أتيت لأقوم بمساعدتك حقاً يا ابنتي بالتأكيد إنه أخي يجب علي الاعتناء أباه أشكرك كثيراً يا عزيزتي لا أعلم ماذا كنت سأفعل من دونك عانقني بسعادة ومن هنا بدأت في الاعتناء بأخي زي بدأت أغير ملابسه وأعد له الحليب وألعب معه من حين لآخر كي لا يبكي كما كانت أمي تتصل دائماً وتخبرني بما يجب علي فعله بأحد الأيام قررت أن أخذه في نزهة إلى الحديقة ولكني كنت أرى النظارات المريبة من الجميع وفجأة سمعت سيدة تقول لسيدة أخرى انظري إلى هذه الطفلة الصغيرة المسكينة لقد تزوجت مبكراً وأصبح لديها طفلان أجل هذا غريب شعرت بالتوتر من حديثهم فقررت أن أعود للمنزل ولكي أتجنب نظراتهم المريبة أصبحت أرتدي ملابساً تجعلني أبدو أكبر قليلاً وبمجرد ما قمت بفعل هذا لم أرى تلك النظرات المريبة مجدداً مع مرور الوقت شعرت أنني أحبه كثيراً لقد كان طفلاً لطيفاً وجميلاً أما عن أبي فكان معظم وقته جالساً في غرفته بحزن ولم يذهب إلى عمله بيوم هاتفتني أمي وقلت مرحباً يا أروا كيف حالك يا ابنتي بخير وماذا عنك بخير أيضاً كيف حال أخيك إنه بخير أفعل جميع ما تخبرينني به هذا جيد للغاية أنا فخورة بك يا ابنتي ما رأيك أن نذهب للتسوق غدان فكرة جيدة حسناً يا عزيزتي هيا إلى اللقاء إلى اللقاء وبالفعل باليوم التالي ذهبت مع أمي إلى التسوق وأثناء ما كنا نقضي وقتاً رائعاً معاً رن هاتف أمي وكان أبي وحين أجابت قالت بصراخ ماذا؟ حسناً سنأتي الآن أغلقت أمي الهاتف فقلت لها ماذا هناك يا أمي؟ ماذا حدث؟ إنه أبيكي يخبروني بأنه لا يجد زين كيف هذا؟ لا أعلم هيا لنذهب له وبالفعل ذهبنا إلى منزل أبي سريعاً يجب عليك الاهتمام به أكثر من هذا حسناً سأذهب الآن يا عزيزتي انتبه على نفسك حسناً يا أمي إلى اللقاء غادرت أمي المنزل مرت عدة أشهر وأصبح زين يكبر يوماً بعد يوم وفي يوم حين كنت ألعب معه طريق باب المنزل فذهب أبي ليفتح الباب وفجأة سمعت صوت رجل يقول لقد أتيت لأخذ ابني ابنك من؟ دخل الرجل للمنزل وأشار على زين وقال هذا هو ابني من أنت؟ إن هذا ابني إن هذا ابني أنا أنا زوج مريم السابق وقد طلقتها وهي حامل في الشهور الأولى ما هذا الهراء أنا لا أصدق هذا لا يهم إذا كنت تريد إجراء اختبار حمض النووي لإثبات ذلك هيا بنا أجل بالطبع هيا بنا فأنا متأكد أنه ابني فمريم لم تخبرني بأنها حامل حين تزوجنا وبالفعل ذهبنا لمختبر لإجراء اختبار الحمض النووي اتصلت بيومي وأخبرتها بما حدث فأتت مسرعة قاموا بإجراء الاختبار وجلسنا ننتظر نتيجة بفارغ الصبر كنت أعانق زين بشدة وأنا أخشى أن لا أراه مجددا بعد دقائق خرج الطبيب وقال زين هو ابن ذلك السيد ثم أشار على ذلك الرجل ابتسم وقال لأبي هل صدقتني الآن؟ عنقت زين وشعرت أنني أريد البكاء هيا أعطوني ابني لأرحل من هنا نظرت إلى أمي التي قالت لي لتحزني يا عزيزتي إنه والده يجب عليه أخذه أو مأت وأخذه الرجل وغادر والآن هيا لنعود للمنزل يا أروا حسنا يا أمي غادرنا أنا وأمي المختبر وكان أبي ما زال لا يستطيع استيعاب ما يحدث ألم يكن علينا الانتظار مع أبي؟ لا يجب علينا إعطاءه الوقت ليدر كما حدث ويعود كما كان أجل معك حق مرت الأيام وكنت أقيم مع أمي كما كنت أفتقد زين كثيرا بيوم حين كنت جالسة مع أمي طرق باب المنزل وحين فتحت وجدت أبي مرحبا يا أبي تفضل بالدخول دخل أبي وخرجت أمي من الغرفة متعجبة من قدومه أعلم أنك متعجبة من قدومي ولكني أتيت لأعتذر على كل شيء وأشكرك على مساعدتي دائما لي لقد اكتشفت أن مريم خدعتني وأخبرتني بأنها تحبني وتريد الزواج مني ولكن كان غرضها من هذا الزواج هو الحصول على نقودي منذ أن رحلت لم أذهب إلى العمل وحين ذهبت أمس اكتشفت أنها قد قامت بأخذ جميع نقودي دون عين تأكدت بأن الله يعاقبني لأنني فعلت أشياء سيئة بك أتمنى أن تسامحيني وتعطيني فرصة أخرى كنت أعلم أنك ستندم ولكن أتى الندم متأخرا للغاية لن أستطيع إعطائك فرصة أخرى أرجوك لن أفعل أي شيء ما زلت أحبك لقد أخبرتك أن كل شيء بيننا قد انتهى للأباد حسنا أتمنى أن تفكري في الأمر مجددا لم تتحدث أمي وغادر أبي المنزل لماذا يا أمي يبدو عليه الندم بالفعل ولكنه كسر ثقتي به لن أستطيع أن أثق به مجددا أنهت أمي حديثها وذهبت إلى غرفتها تنهدت بحزن وأنا لا أعلم ماذا يجب علي أن أفعل لذلك أكتب لي في التعليقات هل أحاول أن أصلح بينهما أم لا وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة